موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساكم الله بالخير أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ومشوار جديد يجمعنا بكم في برنامجكم من عمان هذه الرحلة المسائية التي نطوف بها معكم في موضوعات محلية عدة من هذا الحراك وهذا العمل الدؤوب اليوم هنا في السلطنة الحبيبة نحرس على انتقاء موضوعات تهمنا جميعا لنغوز في تفاصيلها من خلال هذه الدقائق في برنامجكم من عمان هناك حراك أيضا في هذه الأيام كما تتابعون في أعلى الشاشة أربعة أيام تفصلنا عن انتخابات المجالس البلدية المقررة إن شاء الله يوم الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي يوم الأحد إن شاء الله انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة طبعا هناك تجهيزات كثيرة سواء من قبل وزارة الداخلية من قبل اللجان المختصة المعنية بالعملية الانتخابية هناك أيضا حراك على مستوى أيضا الولايات فيما يتعلق بالمرشحين في التعريف بأنفسهم للناخبين الذين سيحددون منهم أعضاء المجالس البلدية في المرحلة القادمة في الفترة الثانية بمشيئة الله تعالى هناك زخم إعلامي متواصل يتصاعد خلال هذه الأيام إن شاء الله لتكون الاستعدادات كافة حاضرة يوم التصويت بمشيئة الله تعالى في حلقة الليلة كما عودناكم مشاهدين يا كرام حضرنا مجموعة من الفقرات إن شاء الله تنال على رضاكم وحسن متابعتكم إن شاء الله خلال الدقائق القادمة طبعا نتابع هذه الأيام الأيام الثقافية والتراثية التونسية التي تنظمها أسفارة تونسية بالتعاون مع مؤسسة بيت الزبير التي بدأت في الخامس عشر من ديسمبر ومستمرة إن شاء الله إلى يوم غد وهناك أيضا فعاليات تستمر إلى ما بعد يوم غد سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى أنشطة متنوعة للتعريف بالموروث الثقافي والتراثي الغني للجمهورية التونسية الشقيقة أيضا هناك جهود لدعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستكون لدينا فرصة إن شاء الله في حلقة الليلة للحديث عن الثقافة والتراث التونسي مع سعادة السفير التونسي في السلطنة والعلاقات في مجالاتها المتعددة بين السلطنة والجمهورية التونسية الشقيقة بمشيئة الله تعالى أيضا من موضوعاتنا لحلقة الليلة مشاهدين الكرام الحديث عن برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثانية هذا البرنامج الذي تنفذه مؤسسة شراكة بالتعاون مع شركة بيبي عمان وذلك بهدف طبعا دعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد الأدوار التي تناطو بمؤسسة شراكة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنقترب من الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج وكيف يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في السنوات القادمة بمشيئة الله تعالى أيضا كي تابعتم مشاهدين الكرام بالأمس حفل تسليم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لدورتها الخامسة والتي خصصت للعمانين هذه الدورة وتابعنا أيضا تقديم وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب للفائزين الثلاثة في مجالات الترجمة والفنون الشعبية والرواية في حلقة لدينا سضيف أحد الفائزين والمتوجين بهذه الجائزة وبالتحديد في فرع الثقافة في الترجمة للأستاذ حمد بن سنان الغيثي وذلك عن كتابه الذي ترجمه أشكال لنهائية غاية في الجمال علم الأبي دوفو الجديد وصناعة مملكة الحيوان للباحث الأمريكي شونبي كارول تفاصيل الكتاب وأيضا هذا التتويج بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب ستكون شاء الله حاضرة في أمسية الليلة أيضا أمس مشاهدين الكرام كهناك احتفال بتوزيع النسخة الثانية من جوائز مسابقة عمان العقارية 2016 هذه المسابقة العقارية في هذه النسخة الثانية شملت سبعة عشرة جائزة في فئات مختلفة هذه الجوائز ركزت على إنجازات شركات القطاع العقاري وجهودها ومساهمتها أيضا في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وأيضا احتفاء بنماذج وطاقات شابة موجودة في هذا القطاع تم تتويجها يومامس سنقترب إن شاء الله وسيكونوا معنا إن شاء الله في حلقة الليلة في من عمان هذا طبعا بالإضافة إلى مجموعة من التقارير حضرناها لكم في حلقة الليلة في من عمان نتمنى لكل من يتابعنا في هذه اللحظات أن يكون في صحة وعافية وأن ينعم بالسعادة والهناء أهلا منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى إذن هذه مجموعة من اللقطات التي تابعناها للأيام الثقافية والتراثية التونسية التي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية هنا بالسلطنة بالتعاون مع مؤسسة بيت زبير للاقتراب أكثر من هذه الأيام تحمله أيضا من ثقافة وإرث حضاري أيضا قادم من الجمهورية التونسية الشقيقة أرحب بسعادة السفير فرهد خليف سفير الجمهورية التونسية بالسلطنة أهلا ومرحبا بك معنا أهلا وسهلا سعيدين بوجودك معنا كذلك أرحب بالدكتور محمد بن عبد الكريم الشحي مدير عام مؤسسة بيت زبير أهلا ومرحبا بك معنا مرحبا أخي خالد شكرا جزيرة طبعا أيام ثقافية وتراثية تونسية والجمهورية تونسية غنية أيضا بهذا الموروث الثقافي والحضاري كيف جاءت الفكرة سعدتك بأن تكون كأيام ثقافية تونسية موجودة أيضا في السلطنة في البداية أود أن أشكر هذا البرنامج ومن خلاله أشكر تلفزة عمان على اهتمامها بكل ما له علاقة بالنشاط الثقافي أهلا بك في الحقيقة موضوع تنظيم هذه التظاهرة جاء من منطلق طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات متميزة علاقات تاريخية طويلة جدا ضاربة في التاريخ وكانت منذ بدايتها ترتكز على كل ما هو جانب ثقافي وبشري وإنساني وبطبيعة الحال هذا الحضور التونسي المتواجد حاليا في مسقط منذ سنوات عديدة تواجد عدد كبير من التونسيين اللي أعطى صبغة إنسانية للعلاقات بين البلدين كان لنا حافز لتنظيم هذه التظاهرة باعتبار ما تتميز به تونس من مخزون ثقافي وحضاري ثري جدا تعاقبت عليه الحضارات وجعل من تونس دائما من البلدين الرائدة في المجال الثقافي والحضاري وفي نفس الوقت كل ما لمسناه من سلطنة عمان اهتمامها بالمجال الثقافي وعلى رأسها صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه وكل الاهتمام الكبير الذي يوليه من المجال الثقافي هذان العاملين شجعانا على تنظيم هذه التظاهرة بهدف تقريب أكثر والترويج للثقافة التونسية والحضارة والتراث التونسي للشعب العماني وخاصة الأجيال الجديدة في السلطنة نعم طبعا جميل هذا التلاقي الحضاري والثقافي الدكتور محمد نعم وأن مؤسسة زوبير تكون جزء أيضا من هذه الاحتفائية بهذا الموروث الثقافي والحضاري للجمهورية التونسية حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الأيام الثقافية أولا أنا أكرر شكري أيضا وأؤكد على الشكر حقيقة للهيئة العامة لدعوة تلفزيون على تغطيتها للحدث الثقافي في البلد ومتابعتها الدقيقة لمختلف تجليات وممارسات الفعل الثقافي في البلاد كما أشكر حقيقة السفارة التونسية ومثالة في سحالة السفير وجميع منتسبية السفارة على هذه المبادرة بالتأكيد أخي خالد هناك بيت الزبير هو كأي مؤسسة في هذه البلد يهمها دائما إثراء المشهر الثقافي العماني وإضافة بعد آخر لتعزيز حيوية هذا المشهر الثقافي العماني بيت الزبير سعت لي أن تكون هناك لإيجاد منصات ومناسبات لهذا التبادل الثقافي والاقتراب المعرفي من مختلف التجارب الإنسانية أفقيا من حيث الاقتراب يعني تجارب نظيرة إقليميا ودوليا وكونيا ورأسيا فيما يخص موضوع الثقافة بذاتها كموضوع معرفي بحاجة لأن يكون هناك معه تمس مباشر المؤسسة شاركت في الأسبوع الثقافي العماني قبل هذه الفعالية في صفاقص عاصمة الثقافة العربية شيء يذكر أيضا صفاقص تونسية عاصمة الثقافة العربية 2016 نعم قبل فترة بسيطة كانت العديد من المؤسسات العمانية مشاركة بفعالية في الأسبوع الثقافي العماني في تونس وكان بيت زبير من ضمن هذه المؤسسات العمانية المتواجدة فيها الحدث واليوم نحتضن هذه الفعاليات مثل ما أسلفت لزيادة الحيوية في القطاع الثقافي وليجاد فرصة للاقتراب من النخب الثقافية طيب أكيد أيضا من حضرة أيضا إلى بيت الزبير طلع على كثير من عناصر الثقافة والحضارة في الجمهورية التونسية لكن سعدتك ممكن تعطينا ملامح كذا عن ما يميز الثقافة في الجمهورية التونسية هو في الحقيقة الميزة المشهد الثقافي في تونس هو تنوعه وفي نفس الوقت تنوعه من حيث مصادره من حيث الأشكال التأثيرات كل الحضارات التي تعاقبت على تونس كان لها طابع على المشهد الثقافي بكل أشكاله سواء في الموسيقى أو في الفنون التشكيلية أو في الأدب أو في الشعر فكل هذه الأشكال الثقافية تأثرت بالحضارات التي مرت على تونس وفي نفس الوقت تأثرت كثيرا بالمثقافين والمبدعين التونسيين على مدى التاريخ بتنقلاتهم سواء شمال أو شرق أو غرب أو جنوب فهذا الكل أصبح جعل من الثقافة التونسية متنوعة قريبة جدا بطبيعة الحال التأثير العربي في نفس الوقت التأثير الأوروبي نعم في نفس الوقت التأثير الإفريقي فهذا جعلها أنها عندها ميزة أساسية هي ميزة التنوع هي ميزة التنوع وميزة التأثير على المتلقي لأنه بطبيعة الحال كل إنسان له تعطش لأشكال مختلفة من الثقافة ولأشكال مختلفة من الفنون وتنوع الثقافة في تونس جعلها قادرة وهذا لا تمكن نلمسه في النتاج الثقافية التونسي هذا التنوع وهذا ما نلمسه حاليا مثل ما تفضلت قلت أنه أصبح المنتوج الثقافي موجود على الساحة العربية بشكل كبير موجود على الساحة العالمية وفي عديد سواء المهرجانات الثقافية أو السينمائية تجد دائما الحضور التونسي والسنة الفارطة خلال جائزة صاحب الجلال السلطان قابوس للثقافة والثقافة والفنون والأداب كان الشرف لتونسيين للحصول على جائزة في مجال الأدب الطفل وفي مجال الثقافة وهذا دليل على أن المثقف التونسي له دائما حضوره على الساحة العربية وعلى الساحة العالمية طيب دكتور محمد حابين أيضا نقترب أكثر من هذه الأيام الثقافية من الذي حملته وأيضا تحملوه خلال الأيام قادمة جميل سؤال مهم جدا فقط تأكيد وإشارة أيضا لحضور الإسم والأيقونات المعرفية الثقافية التونسية حتى في عمان عندنا كما أسلف سعرة السفير وتفضل دكتور عبد السلام المسدي هو من حصل على جائزة سلطان قابوس للثقافة في فرع الثقافة نعم ودكتور محمد الغزي هو حصل على جائزة السلطان في فرع الآداب نعم وكان حاضرا في الأيام الثقافية يعني هذه التونسية يعني الميزة والهدف هو أن تخلق هذه الفرصة لإتباد نعم قبل ذلك يعني في هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن أخي خالد يوجد هناك ليلة سينمائية في بيت الزبير الليلة السينمائية التونسية بحضور مخرج من تونس وتعرض فيها أفلام سينمائية تونسية بحضور نقاد بحضور مهتمين عمانيين أيضا ومن تونس الشقيقة نعم الاسم التونسي السينمائي أيضا كان حاضرا في جوائز عمان بالمناسبة نعم في 2006 حصل المخرج ناصر خمير على جائزة المركز الأول في مهرجة مسقط السينمائي نعم عن فيلمه بابا عزيز نعم فهناك حضور حقيقة ثقافي فاعل للثقافة أو الأسماء التونسية نعم في اليوم الأول أخي خالد لهذه الأيام التي كانت من تاريخ خمستعشر خمستعشر نعم كانت برعاية صاحب السمو سيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة أهل سعيد وأيضا برعاية مشتركة من خميس الجهيناء وزير خارجية تونسي مباشرة بعد الحفل يعني إحدى فقرات الحفل كانت افتتاح معرض لألفنانين التشكيليين التوانسة المقيمين هنا في أمان وكذلك افتتاح معرض للكتاب التونسي في المقهى الثقافي في بيت الزبير توقيع كتاب للباحثة والأكاديمية منير حجيج دكتورة منير حجيج هي كتبت كتاب جميل عن عمان في عيون الآخرين نعم وتم توقيع هذا الكتاب في اليوم الأول بعد ذلك كانت الأيام كالتالي يعني يوم السبت كان هناك تقريب للثقافة يعني التراثية الغذائية والمطبخ التونسي كان في أرويقة السفارة التونسية نعم يوم الأحد كانت هناك أمسية أدبية تشرفنا فيها بحضور إلى بيت الزبير الدكتور والمفكر صلاح الدين بوجاه قدم مدخلا عن الأدب التونسي ثم بعد ذلك أمسية شعرية لمحمد الغزي والشعر الطرابلسي وغيره من الشعراء التوانس المشاركين نعم يعني أيام ثقافية حافلة بالكثير نعم من الأجندة الثقافية التونسية نعم وكيد من حضر يعني نعم يعني لمس الكثير من هذه الجوانب طيب سعادتك يعني خلنا نأخذك إلى مدينة صفاقص التونسية كونها عاصمة الثقافة العربية 2016 أكيد هناك العديد من الفعاليات ربما تعكس هذا العرث الثقافي التونسي وأيضا كانت مشاركة أيضا من السلطنة في هذه في هذه التظاهرة من خلال تقريبا حوالي 30 مبدع أيضا من السلطنة شاركوا في هذه التظاهرة صف لنا أيضا الفعاليات الموجودة احتفاءا بصفاقص عاصمة الثقافة العربية 2016 في الحقيقة المشاركة العمانية في صفاقص عاصمة الثقافة العربية 2016 كانت مشاركة متميزة من حيث العدد ومن حيث العروض المقدمة في جل أشكال الثقافة والفنون والنحت والأدب والشعر فكان حضور متميز وكان تنظيم الأسبوع الثقافي العماني كان مفاجأة سارة للتونسيين وسكان مدينة صفاقص بالدرجة الأولى الفعاليات متنوعة منذ بداية التظاهرة أخذت كل الأشكال الثقافية والحضور كان العربي الحضور عربي متميز وكان حرص شديد من الهيئة المنظمة للمهرجان على أن تكون حقيقة المهرجان سفاقص عاصمة الثقافة العربية هي توضيح وإبراز حقيقي لتنوع الثقافة التونسية في شتى المجالات وكان الضيوف والدكتور عبدالله الشحي كان من بين ضيوف تظاهرة ولمس هذا عند الأخوة العرب تقريبا اللي شاركوا في سواء المعارض الفنون التشكيلية أو النقاشات الأدبية كذلك كانت فيها ورشاة عمل عديدة في مختلف أنواع الأشكال الثقافية كانت كذلك محاضرات عديدة في مواضيع أدبية مواضيع شعرية مواضيع ثقافية وليلا سينمائية كذلك كيف لمستم أيضا دكتور محمد هذا التفاعل المثقفين العمانيين وأيضا الناس مع هذه الفعاليات التي قدمت وأتت كذا بيئة ثقافة التونسية الشقيقة إلى عرض السلطنة كيف كانت تفاعل أخي خالد أنا التقيت حقيقة ببعض الأسماء المهمة جدا في المشهد الثقافي التونسي هناك وحقيقة لمست هذا الإعجاب بمستوى دعنا نقول المنجز المعرفي الثقافي الأدبي عرضت هناك أخي خالد أسماء أدبي فيما يتعلق بمشاركة السلطنة نعم عرضت هناك أمسيات شعرية قدمنا أمسيات شعرية كان هناك معنا الشاعر الكبير سماعي سوى رائد الشعرية الحديثة في عمان كما تعلم كانت لدينا أفلام سينمائية قصيرة كما الآن نشاهد التجربة السينمائية التونسية أيضا استمتع المتلقي التونسي بالتجربة السينمائية العمانية هنا أحد أجمل التظاهرات الثقافية التي قمنا بها هناك أعتقد هو المعرض أيضا معرض الفنون التشكيلية صفاقص بعيون عمانية اليوم في هذا اليوم افتتح معرض في الجمعية العمانية الفنون التشكيلية عرضت فيه هذه الأعمال نعم نعم يعني أعمال الفنانين العمانيين التي رسموها من إيحاء صفاقص العاصمة الثقافية بمشاركة فنانين توادسة موجود الآن هذا من الفعاليات المجتمرة هذا محددات تفاعل أيضا مع ثقافة التونسية هو هذا الهدف الأساسي من هذه الفعاليات هو خلق هذه الفرص التي تتيح آفاق أخرى متطورة ومتقدمة من أشكال التبادل الثقافي نعم أكيد سعدت رصدتم هذا تفاعل أيضا مع ما أمتانا من الثقافة التونسية هنا على فالحضاري هنا في السلطنة وكذلك العناصر الثقافية أيضا في الجمهورية التونسية هو في الحقيقة هناك تشابه ليس فقط في المجال الثقافي بين الشعب العماني والشعب التونسي هناك عديد نقاط الالتقاء في طريقة العيش في طبيعة المواطن العماني وطبيعة المواطن التونسي من حيث التسامح من حيث الانفتاح من حيث وتغليب كل ما هو حوار مع المواطن وهذا ينعكس بشكل واضح في المجال الثقافي فعديد التجليات الثقافة العمانية نجدها بشكل مشابه جدا وخاصة في مجالة الشعر والدكتور مختص في مجال الشعر ولاحظ هذا التقارب في طبيعة الشعر ونوعيته كذلك في بعض الكتابات الروائية القصيرة وهذا لأنه عبارة هو أنعكاس لمشاعر المواطن وهي متشابهة جدا كذلك في مساء للفنون التشكيلية واليوم مثل ما تفضل الدكتور وقع افتتاح معرض الفنون البصرية بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية وكان التمازش بين فنانين تونسيين وفنانين عمانيين وكان تحت عنوان لقاء والمشاهد لاحظ هذا التشابه فرغم الفنان عادة ما تكون له مشاعر مختلفة تماما على البقية لكن لاحظنا في العروض المقدمة في تشابه في الأحاسيس وحتى في طبيعة الإصفاء الصورة نعم وهذا أكدنا أنه ضرورة دعم مثل هذه التظاهرات نضط دعم هذا التواصل نعم لأنه نعتقد أن المجال الثقافي أكبر مجال للتقريب بين الشعوب وأعتقد أيضا دكتور محمد تلمست أكثر أيضا هذا العناصر المشتركة بين الثقافة العمانية والثقافة التونسية هناك جذور حضارية مشتركة هناك تماث وتقاطع بين الرؤيتين حقيقتين الفكريتين والثقافيتين العمانية بطبيعة الحال ما نعتفاض ببعض الخصوصيات التاريخية والسياقية ولكن هناك تمازج وتماس وأحسسنا بهذا ووجدنا هذا أخي خالد ما أن تسمع بالكثير من الأسماء الأيقونية أنا أسميها الأسماء الأيقونية الكونية وليست التونسية لأنني أؤمن بهذه المواطنة وهذا الاقتراب الثقافي نحن لما نتحدث عن اسم كابل قاسم الشابي ويعني شعريا رجل أثث أو شاعر أثث المخيال العربي نتحدث عن ابن خلدون المفكر والفيلسوف نتحدث عن الأسماء المعاصرة كفتح تريكي وفتح المسكيني وبيعرب مرزوقي نتحدث عن أسماء أيقونية أسماء نامعة في تاريخ الحضاري للبلدين مهمة جدا أنا أعتقد أن المعرفة هذا الرابط وهذه الوشائج المعرفية هي التي تقرب الشعوب وهي التي تقف سدا مانعا أمام أي يعني انحرافات يعني يعني تأول ب المنجزات الإنسانية إلى أنفاق خانقة وإلى ماذا عندنا بالشعر بكتور محمد؟ نعم نحن نستضيف هنا بشكل دائم حقيقة أسماء مهمة في التجربة الشعرية العربية العام الماضي كان عندنا في مهرجان أثير الثقافي الذي اختتم دورته لهذه السنة قبل أيام قبل أيام كان عندنا الشعر التونسي المعروف المنصف المزغني وكانت هناك أمسيات شعرية عمانية جاءت حصيلتها بأن الكثير من المتلقيين التوانسة يعني طلبوا الالتقاء بشعراء العمانيين نعم التعرف على إصدارات العمانيين ولا تنسى نحن أخي خالد هناك من ضمن النقاط التي عرضناها وكانت لها محاضرة خاصة الموسوعة العمانية التي قربت بشكل أو بآخر الإرث العماني بمختلف أشكاله وأعطت صورة بنورامية نعم بصورة بنورامية وقربت المشهد الثقافي بكل رموزه وأسمائه المتحققة والفائلة للمتلقي التونسي طيب سعدتك إلى أي مدى ربما مثل هذه الأيام الثقافية المتبادلة ممكن تفتح أيضا آفاق أوسع للتبادل سواء كان في الثقافة وحتى في المجالات الأخرى إن شاء الله مستقبلا هو مثل ما تفضلت هو هذا أحد الأهداف من تنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية لأنه في ضرورة في العلاقات بين الدول الجانب الثقافي والجانب الإنساني ضروري وهو خطوة أساسية لتطوير العلاقات تعاون في شتى المجالات ولا يمكن بين الدول تطوير علاقات تعاون اقتصادي أو علاقات تنسيق سياسي إلا إذا كان في تقارب والتقارب بين الشعوب لا يتحقق إلا بالمجالات الثقافية وهذه لدينا قناعة في تونس على ضرورة الحرص على تطوير علاقات التعاون الثقافي لأنها هي الباب الأساسي لتطوير وتنمية كل بقية المجالات التعاون بين البلدين نعم وحتى هذا ما لمسناه لما نعمل من بين فعاليات تظاهرات الأيام الثقافية عرض اللباس التقليدي نعم واللباس التقليدي وكان التظاهرة لها نجاح كبير تم تنظيمها في الأوبرا نعم كان لها نجاح كبير وهذا فيها الجانب الثقافي й والجانب التراثي وجانب السياحي كذلك وهذا من شأنه Using being able to send bond وعل Thrones والعلاقات الاقتصادية وهذا كله هذا يتفتح كثير من الأبواب نعم وهذا الشرط و Мы نجاح كذلك كانت تظاهرة الأيام الثقافية كانت مناسبة للترويج لتونس من ناحية الترويج السياحي نعم الترويج للمنتوجات التونسية سوان منتوجات الغذائية فهذا هو معناها التظاهرة لها أهداف عديدة يبقى الهدف الأساسي الهدف الأساسي هو مزيد دعم العلاقات البشرية بين الشعبين وكلما كانت هذه العلاقات متميزة كلما بقيت مجالات التعاون إن شاء الله تكون متطورة وقد تكون مجال الثقافي هو المجال الواسع الذي تدخل منه هذه العلاقات إلى أفاق أربحب وأوسع إن شاء الله في السنوات القادمة سعدنا بوجودكم معنا شكرا جزيلا لك سعادة السفير فرهد خليف سفير الجمهورية التونسية شقيقة في السلطنة شكرا لك سعادتك على وجودك معنا شكرا بارك الله فيك على هذه الاستغافة في هذا البرنامج الجميل والمفيد شكرا جزيلا لك سعادتك أيضا الشكر للدكتور محمد بن عبد الكريم الشحي مدير عام مؤسسة بيت زبير أيضا الذين هم في تعاون لتنظيم هذه الأيام الثقافية والتراثية مع سفارة الجمهورية التونسية شكرا جزيلا أخي خالد وسنلتقي بإذن الله إن شاء الله في قادم الأيام مع فعاليات ثقافية تقيمها إن شاء الله المؤسسة بمشيئة الله تعالى إذن مشاهدين الكرام نقف بعد قليل مع موجز لأهم الأنباء مع الزمالة هناك في قطاع الأخبار لما لدينا عودة لاستكمال ما تبقى من برنامج من عمان ابقوا معنا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عنوينة ساعة مساء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يقر الموازنة العامة للدولة لعام 2017 عدد من أعضاء القضاء والإدعاء العسكري يؤدون اليمين القانونية أمام معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني وزارة الخدمة المدنية تدشن مشروع تدريب العملي للموظفين الحكوميين في مؤسسات القطاع الخاص مطلع العام المقبل شركة تنمية نفط عمان توقع اتفاقيات لتمويل مشاريع استثمار اجتماعي بمختلف محافظات السلطنة شركة تنمية نفط عمان تكشف عن مشروع انداد لتوفير خمسين ألف فرصة تدريب وتوظيف للعمانيين المعارضة السورية تسيطر على جبل استراتيجي على مشارف مدينة الباب بريف حلب مقتلوا أربعة من رجال الشرطة الأردنية في اجتباك مع مسلحين واحد وثلاثون قتيلا حصيلة سلسلة انفجارات في سوق للألعاب النارية بالمكسيك كانت هذه عنوين التاسعة مساء في تمام العشرة مساء وفيكم بالتفاصيل شكرا لكم إلى اللقاء حياكم الله مشاهدين الكرام نرحب بكل ما ننضم لمتابعتنا في هذه الدقائق من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا في موضوعاتنا المحلية التي نحرص على انتقائها والغوص هكذا في تفاصيلها من خلال ضيوفنا اللي ينورونا من عمان في الدقائق القادمة نتكلم عن برنامج خزان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نسخته الثالثة سنقترب من هذا البرنامج الذي تنظمه مؤسسة شراكة بتعاون مع شركة بي بي عمان ما هو هذا البرنامج وكيف يدعم أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرحب بضيوفي الأستاذ شبيب بن محمد المعمري المدير الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة بي بي عمان أهلا بكستاذ شبيب معنا حياك الله أيضا أرحب بأستاذ عبد الله بن حمود لقفالي المدير العام لشراكة أهلا ومرحب بكستاذ أهلا وسهلا بارك الله فيكم نرحب بكم طبعا في برنامجنا وحبين نتعرف من خلالك أولا أستاذ عبد الله على برنامج خزان بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية شكرا لهذه الفرصة للتحدث عن البرنامج برنامج خزان تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو أحد برامج الاستثمار الاجتماعي التابع لشركة بي بي في السلطنة وهو معني بشكل خاص في تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة من خلال برنامج متكامل لمدة 12 شهر نتم من خلال هذا البرنامج تقييم أداء 20 مشروع من مختلف مناطق السلطنة لمعرفة نقاط القوة وجوانب التحسين في هذه المشروعات ومن ثم تحديد خطة متكاملة لمدة 12 شهر لتحسين أداء هذه المؤسسات طبعا نطمح أن هذه المؤسسات خلال هذه الفترة أنها ترتقي بجودة الخدمات التي عندها وترتقي بجودة المنتجات التي عندها وأيضا آليات العمل في هذه المؤسسات نعم طبعا سنأتي إلى تفاصيل هذا البرنامج ذكرت هكذا الأمحة عامة عن هذا البرنامج لكن أيضا نحب أن نتعرف على هذه الشراكة من قبل شركة بي بي عمان في الاستثمار الاجتماعي أيضا في تبني هكذا برامج نعم جزء من تنمية المجتمع للمؤسسات الخاصة والشركات العملاقة مثل شركة بي بي هي الوصول لجميع الشراحة التي يمكننا الوصول لها بي بي عمان قامت بدراسة مستفيضة سنة 2013 وأطلقت استراتيجيتها وبرامجها للاستثمار الاجتماعي في سنة 2014 مع التركيز على التعليم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زائد بعض المحاور المختلفة الموجودة في السلطنة وممكن تطويرها ارتأت الشركة في الدخول مع شراكات مختلفة شراكات استراتيجية مختلفة ومنها شراكة سلوق تنمية مشروعات الشباب كجزء من المسؤولية الاجتماعية كجزء من أحد البرامج المسؤولية الاجتماعية بعدما جلسنا مع الأخ عبدالله والفريق العامل في شراكة ارتأينا أننا في عدة محاور موجودة ما مندخل فيها لأننا في برامج ثانية مغطوة وهذا أحد سياسات شركة بي في عدم تكرار الموجود وجدنا بعض الفجوات اتفقنا على إطلاق برامج متخصص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لي شق تدريبي بسيط لكن كان همنا الأول هو الارتقاب المؤسسات الصغيرة إلى الصغيرة ومن الصغيرة إلى المتوسطة مع الطموح أنه يكون فيه رؤية لأخذ هذه المؤسسات يوم ما من السوق المحلي إلى السوق الإقليمي وللسوق العالمي في يوم ما نعم طيب سيد عبدالله هذه النسخة الثالثة من هذا البرنامج خلينا نقترب من المشروعات التي تدعمها البرنامج ما طبيعة هذه المشروعات هل هناك مشروعات بعينها يتم استهدافة ذكرت أن هناك تقريباً عشرين مشروع يتم دعمها في هذا البرنامج لمدة 12 شهر نعم نحب أن نتعرف على كثير من التفاصيل لو تسمحنا أن أبدأ بالنسخة الأولى والنسخة الثانية بداية كعرض سريع لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية طبعاً النسخة الأولى ركزت أيضاً على عشرين مشروع أغلبها كانت من محافظتي الظاهرة والداخلية مشروعات تنوعت في مجالاتها البعض منها طبعاً في مجالات خدمية وأخرى في مجالات صناعية المشروعات هذه طبعاً استفادت من خلال برنامج تدريبي مكثف في السنة الأولى لوضع سياسة عامة للشركة ومن ثم وضع استراتيجية للنمو والنهوض بمستوى هذه الشركة السنة الثانية أيضاً كان بنفس الآلية كانت أيضاً في مشاركات من خارج محافظتي الداخلية والظاهرة كانت في بعض المشروعات من محافظة مسقط وأيضاً استفادت من خلال تحسين أداء إنتاجية هذه المؤسسات بس كان برنامج تدريبي كان مخصص لمدة تقريباً ما بين شهرين إلى ثلاثة شهر فقط طيب المشروعات هذه المرة بدأت على محافظات أخرى؟ السنة هذه طبعاً المجال كان مفتوح لجميع محافظات السلطنة فعندنا مشروعات من محافظة مسقط في مشروع واحد من محافظة مسهندم لأول مرة في البرنامج هذا وأيضاً في مشروعات من محافظتي الداخلية والظاهرة ومن الباطنة شمال والباطنة جنوب وأيضاً من محافظة ظفار والوسطى ففيه تنوع كثير بالنسبة للمشروعات وفيه تنوع بالنسبة للجوانب الاقتصادية والقطاعات بالنسبة لهذه المشروعات أغلبها في السنة هذه مشروعات في القطاع الصناعي وهذا أيضا يتماشى مع توجهات السلطنة بشكل عام لتنويع مصادر الدخل واستغلال القدرات المحلية وأيضا من باب تحسين جودة المنتجات المحلية المتواجدة لتهيئتها لتسويقها خارج السلطنة أو إن كانت حتى داخل السلطنة لتغطي شريحة أكبر في السوق المحل نعم طيب سيد شبيب ذكرت أنه من ضمن أهداف أيضا البرنامج أنه يلتقي أيضا بهذه المؤسسات من صغيرة إلى متوسطة من متوسطة إلى كبيرة أكيد هناك اشتغال على احتياجات هذه المؤسسات كيف يتم قراءة ودراسة احتياجات هذه المؤسسات لوضع هذا البرنامج بما يتناسب مع احتياجات؟ في أكثر من طريقة واحدة من أبسط الطرق التي قمنا بتنفيذها هي تعريض المؤسسات المستفيدة من البرنامج للخدمات التي نحتاجها وربط المؤسسات التي متعاقدة مع شركة بي 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 بمؤسسات صغيرة جاية الآن شاب عماني قدم خدمة معينة وعندنا شركات عملاقة موجودة متعاقدة مع شركة بي بي في عمان وخارج عمان نجلسهم مع بعض ونقوم بعملية يسموها التشبيك ايش الخدمات اللي تحتاجوها احنا مجموعة من شباب المتعربين داخل البرنامج ممكن نقدمو لكم بعض هذه الخدمات بمجرد ما يدخلوا هذه للشباب ويتعرضوا لشركات ضخمة ويشوفوا ايش المطالبات ايش العقود ممكن يأخذوا هاي طمدون بالعقود هذا يصير معاهم نقطة انطلاق وتعرف مصطلح ووردوف مات التوصية اللي يحصلها الشاب العماني انه والله انا قدمت خدمة للشركة الفلانية الشركة ثانية تسأل من قدم لكم هذا الخدمة يتم التوصية هذا افضل دعاية ممكن الشاب انه يحصلها هذا النموذج كان موجود من ضمن الاستراتيجية اللي احنا نفذناه بالرنامج الستمار الاجتماعي كيف المفروض الشركات والمؤسسات اللي دخلت في برنامج الاستثمار الاجتماعي تتعلم من بعض وتستفيد من بعض وكثير من المستفيدين اللي مروا من خلال البرنامج استفدنا منهم احنا كمرحلة اولى كشركة اخذنا الخدمات من عندهم وعدنا اكثر من نموذج الحمدلله ناجح وبادين يكبروا ونحن نكبر هذا الموضوع انه نحاول ان اخذهم عن المرحلة الثانية الى افرع المؤسسة في دول ثانية بس احنا ماشينا على حسب استراتيجية نقيم المشروع بشكل سنوي هذا المسقطة الثالثة متحمسين لها كثير اتطور من مجرد برنامج طوله ثلاث شهور الى سنة كاملة متحمسين كثير نشوف نتائج هذا السنة راح تعكس على السنة الرابعة ايش التوجهات وايش المفروضة احنا نركز عليك شركة وايش الاحتياجات الموجودة في السوق المحلي لان هذا متغير دائما عملية التنافسية الموجودة في القطاع الخاص دائما فيه شي جديد موجود واحنا نحاول نوفر قد المستطاع اللي تحتاجه الشركات اليوم ما اللي تحتاجه قبل فترة شهر وشهرين طيب أستاذ عبدالله أستاذ أضيف عليها نقطة أساسية طبعا عندنا أدوات قمنا بتطويرها داخليا في شراكة الأداء الأولى معنية بتقييم المخاطر المتعلقة بأي مشروع تجاري نعم هذه الأداء فيها تقريبا 48 معيار يقيس المخاطر في المشروع من خلال هذه الأداء نقوم بتحديد آلية معينة للتقليل من تأثير هذا المخاطر على المشروع طبعا كل المشروعات هذه لازم يتم تقييمها لمعرفة المخاطر المتعلقة بها عندنا أداء أخرى فيها تقريبا 54 معيار تقوم بقياس أداء المشروع في الوقت الحالي مثلا لمعرفة النواقص الموجودة في المشروع منها نقدر نحدد أيش الجهات أو الجوانب التي تحتاج فيها تحسين فمن خلال تحديد أماكن أو جهات أو جوانب التحسين بالنسبة للمشروع نضع خطة متكاملة لمدة 12 شهر لتحسين هذا الجوانب طبعا هذه الخطوات العملية لتنفيذ هذا البرنامج وهذا الهداف التي ذكرها لكن آلية اختيار هذه المشروعات في البداية كيف تتم كيف تتقدم هذه المشروعات هل هناك معايير معينة؟ أكيد أنا حبيت أذكر أن في البداية في العام الأول كان عدل المتقدمين تقريبا في حدود 80 شركة تقدمت في مختلف المناطق السنة الثانية تقريبا تعدت 65 شركة السنة هذه طبعا مع الإقبال الشديد ونتائج المجموعة الأولى والمجموعة الثانية استلمنا تقريبا 426 طلب كان عن طريق الموقع الإلكتروني لشراكة كان التقديم إلكترونيا ومن ثم تم فرز طلبات هذه والتواصل مع أصحاب المشروعات للتأكد من دقة البيانات اللي هي موجودة في الطلب الإلكتروني ثم طبعا المرحلة اللي بعد كذي بيكون زيارة هذه المشروعات والبدأ في عملية تقديم الاستشارة مع تعيين خبير طبعا ليس من السهل أيضا اختيار 20 من ناصر 400 صعب جدا يعني طبعا خلال الفترة هذه لما كنا نتواصل مع أصحاب المشروعات نقول لهم أنه نحن في الأخير محددين بعدد معين 20 فالبعض كان يرد علينا يعني مستعدين نسوي أي شيء حتى سنكون في البرنامج طيب يعني بما أنه الداعم لهذا البرنامج وشركة بي بي عمان هل هذا يعني أنه الشركات المستهدفة هي الشركات التي لها علاقة أيضا بالعمل في هذا القطاع هي مش بالضرورة يعني هم طبعا مستهدفين جميع القطاعات مثل ما ذكرنا فما بالضرورة أن القطاعات هذه تكون تخدم شركة بي بي ولكن إن كانت في بعض المؤسسات تخدم الخدمات التي احتاجها شركة بي بي فهذا يكون داعم إضافي لها بحيث أن هي يمكن تندرج من ضمن المؤسسات التي ممكن مستقبلا تقدم خدمات لشركة بي بي ولكن هو يعني مش أنه شرط أساسي أنها تكون يعني من ضمن الشركات المدرجة في شركة بي بي نعم إقبال المشاريع أيضا على هذا البرنامج أكيد حافظ أيضا للاستمرارية ولتجويد البرنامج خلال الدورات القادمة أسترشفين من ضمن استراتيجية الشركة أيضا خالد ما هو الجلوس مع الشركة ودائما بحث وتطوير وتجويد المنتج ما عدنا أيدنا شك أن الآليات التي تم استحداثها عن طريق شراكة ممكن تطبق في دول مختلفة وهذا الجزء من مسؤوليتنا نحن كمؤسسة نتكلم عن هذا البرنامج مع أفرع المؤسسة في دول ثانية أو في فرص لقاءات مختلفة في عمان وبرع عمان يهمنا هذا البرنامج أنه يستمر عودة إلى سؤالك في موضوع من هي شراح المستهدفة أعطي مثال بسيط من السنة الماضية كان عندنا مدرسة وكان عندنا مصنع تمور وكان عندنا طاقة متجددة ثلاث شركات مختلفة ما لها علاقة إطلاقا ببعض وهذا التنوع نحن يفرحنا كثيرا نشوف مختلف شراح المجتمع تأخذ الموضوع بشكل جدي مسألة الالتزام هذه نسعدنا بها كثير لأنه كان البرنامج طويل وانتعرف الأشخاص قايمين على شركاتهم من هم مفرغين يروحوا ويحضروا البرنامج عندنا البرنامج بعض الأحيان على بعد ساعتين يتنفذ من موقع الشركة لكن من خلال المتابعة عن طريق الشراكة والحضور لبعض الورش حسينا فعلا أن هذا الشباب جادين وحابين أنهم يتعلموا وارتأت الشركة بما أن البرنامج ناجح وفيه إخبال كبير عليه استمرين في الدعم وستمرين مع الشركة طيب كيف سيد عبد الله يتم تقييم هذه المشاريع مع نهاية البرنامج إلى أي مدى تحققت الهداف المرجومة طيب هي عمليات الفرز بداية طبعا عندنا شروط معينة أن الشركات تكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة طبعا ما بناخذ مؤسسات قد تعدد دخل معين أو عدد موظفين لنسبة معينة ومحددين قطاعات معينة هي أيضا تدخل في عملية التنمية المجتمعية والتنمية الاقتصاد مثل ما ذكرت عندنا أداء لتقييم الأداء للمشروع هذه فيها تقريبا سبع معايير عامة المعايير هذه متعلقة بالجانب الإداري متعلقة بجانب التسويق متعلقة بجانب الهوية متعلقة بالأداء المالي متعلقة بجودة المنتج والخدمات متعلقة بسياسات الشركة الأمور الإدارية وأيضا مدى تتبعها للسياسات العام ما سواء كانت نظمة جودة وغير ذلك وجودة المنتج والخدمات نعم سعدنا بوجودكم معنا طبعا كل التوفيق أيضا للمشروعات الداخلة إن شاء الله في هذا البرنامج بأنه تتحقق الهدف فعلا المرجوة منه شكرا لك أستاذ شبيب بن محمد المعمري مدير الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة بيبي عمان شكرا لك شكرا خيرا إذن شكرا لأستاذ عبدالله بن حمود الجفالي المدير العام شكرا لكم إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم لدينا عودة ابقوا معنا اشتركوا في القناة سلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب أحد أهم وأكبر الجوائز التي تدعم المثقفين والفنانين والأدباء على مستوى الوطن العربي وتؤكد الدور التاريخي الذي تقوم به السلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي وغرس القيام والأصالة العربية بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سلمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الخامسة للفائزين والتي خصصت للعمانيين وقدمت وسامة الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب للفائزين الثلاثة في مجالات الترجمة والفنون الشعبية والرواية حيث فاز بالجائزة في مجال الترجمة هذا العام عن فرع الثقافة حمد بن سنان الغيثي وذلك بترجمة كتاب أشكال لا نهائية أغاية في الجمال علم الإيفو ديفو الجديد والصناعة مملكة الحيوان للباحث الأمريكي شون بي كارول فيما فازت فرقة بشار الخير للفنون الشعبية في مجال الفنون الشعبية العمانية عن فرع الفنون وذلك بالعمل الفني المقدم في فني الرزحة والعازي وفي مجال الرواية عن فرع الآداب فازت الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثية برواية نارينغا وتأتي هذه الجائزة اهتماما من جلالة السلطان قابوس بالثقافة والفنون والآداب وتشجيعا للكتاب والأدباء على مواصلة الإبداع الفكري والمعرفي ودعما للحراك الثقافي في الوطن العربي حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في من عمان إذن تابعنا هذا التقرير الذي نخص لنا حفل يوم أمس لتسليم جواء السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب للمتوجين بها في المجالات الثلاثة معنا الآن في الستوديو أحد هؤلاء المتوجين وهو الأستاذ حمد بن سنان الغيثي المتوج في فرع الترجمة فرع الثقافة طبعا نبارك لك أستاذ حمد وأنا مرحبا بك معنا شكرا جزيلا أستاذ حمد طبعا كتاب أشكال لا نهائية غاية في الجمال لشون بي كارول هذه الترجمة التي حازت على هذه الجائزة تستحقوا طبعا بعد كل هذا العمل المضني في ترجمة هذا الكتاب شكرا جزيلا مرة أخرى وعسى إن شاء الله تكون فاتحة لأعمال أخرى حدثنا عن هذا التتويج بجازة سطان قابوس للثقافة والفنو والآداب كتتويج لهذا الجهد كاعتراف أيضا بقيمة هذا الكتاب الذي اشتغلتم وهذه الترجمة التي تثري أيضا المكتبات العربية بهذا النوع من العلوم الخبر كان جدا مفرح الجائزة جدا رفيعة على مستوى الوطن العربي في دورتها الحالية مخصصة للعمانيين كانت في كتب كثير مترجمة متعددة على مستوى جيد الحمد لله يعني توفقنا في الجائزة الترجمة كانت عمل مشترك بيني وبين الأسهل المهندس عبدالله المعمري كل التحية طبعا للمهندس عبدالله المعمري وطبعا أكيد هناك جهد كبير أيضا قمتم بيه في ترجمة هذا الكتاب خلينا نقترب منه من طبيعة هذا الكتاب أشكال إنهائية غاية في الجمال ومناقشته لموضوع مملكة الحيوان وهذه الكائنات الحية الكتاب يتحدث عن تطور ونشوء مملكة الحيوان منذ ما قبل 530 مليون سنة منذ العصر الكامبري يركز على مرحلة نمو نمو الأجينة الحيوانات نظرية الكتاب وهي نظرية سائدة حاليا في العقود الاثنان وثلاثة الماضية هي أن تطور يحدث تطور الأنواع الجديدة تحدث عبر حدوث تغيرات في النمو الأجنة فعلم الإيفو ديفو معني بدراسة نمو الأجنة في أنواع مختلفة أي مقارنة النمو في الحيوانات المختلفة وبالتالي استخلاص القوانين التي تحكم التطور نعم طبعا هذا من صميم أيضا تخصصك أستاذ حمد كيف قدت الفكرة أيضا للاشتغال على هذا الكتاب وفعلا ترجمته إلى اللغة العربية وهو من الكتب الصعبة لأنه كتاب تخصصي الكاتب جدا معروف في الحق العلمي الذي أدرسه هو مؤلف أيضا في الثقافة العلمية العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول ناطقة باللغة الإنجليزية طلعنا على الكتاب أنا والمهندس عبدالله قبل الشروع في ترجمته كتاب جدا ثري باللغة الإنجليزية كنا نعتقد أنه وجوده باللغة العربية رح يعطي أضافة ليكتراء أكبر يا تفضل طبعا طبعا نعم طيب ترجمت مثل هذه الكتب العلمية إلى أي مدى وتحدي فعلا أنه ترجمت ربما كتاب أدبي إلى اللغة العربية هنا ترجمت كتاب أجنبي يحمل مادة أدبية عميقة ومتخصصة جدا هل وجدته تحديات؟ تحديات كانت كثيرة على مستوى النص المترجم كان فيه تحدي كبير بخصوص المصطلحات العلمية التي لا توجد باللغة العربية صغرقنا جزء كبير من وقت ترجمة في إيجاد مصطلحات عربية مكافئة تنقل المعنى المراد به المعنى الصلاحي باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وأيضا تكون هذه المصطلحات مألوفة للقارئ العربي غريبة مش مقعرة سلسة يمكن تذكرها حتى بعد قراءة الكتاب الهدف هو إضافة رؤية جديدة للقارئ العربي لما يشوف الحيوانات في الطبيعة يقتر يشوف السمات العامة لتربط الحيوانات بحيث أنها يرها حيوان واحد بأشكال مختلفة وليس مجموعة مختلفة من الحيوانات بدون أي رابط إلى أي مدى هذا الكتاب يدعم فكرة النمو والتطور في الحيوانات؟ هي العلم الأحياء الحديث قائم على هذه النظرية نظرية داروين نظرية النشوء والارتقاء الكتاب يبثل الدفعة الأخيرة من الاكتشافات العلمية والبناء النظر الجديد في نظرية التطور الكتاب يدل يقدم المواضع الموجودة في المادة الوراثية للحيوانات التي إن تغيرت تغير شكل الحيوان فباختصار إذا غيرت الموقع ألف ترى تغيرات في أطراف الحيوانات مثلا ترى جنح خفاش أو ترى زعانف سمكة أو ترى أرجل ضفدع أو يد إنسان من خلال تصفح الكتاب وجدنا أنكم أيضا وضعت قاموس لكثير من المصطلحات أشتغلت عليها وعربتها أعتقد أن هذا مجهود بحداته كبير أيضا كان مجهود ضخم أشتغلنا عليه أنا وعبد الله من بلدين مختلفين تماما طلعني على قواميس ومعاجم مختلفة سواء بلغة العربية أو بلغة الإنجليزية أو حتى بلغات أوروبية حديثة أو قديمة مثل اللاتينية طبعا من أجل تلخيص خلقنا أو وضعنا جداول طويلة جدا بالمصطلحات والمفردات التي استخدمناها في الكتاب وجزء منها طبعا نحتناه للمرة الأولى ونتمنى أن تلقى هذه المصطلحات والمفردات رواجا لدى القارئ العربي بحيث يعاد استخدامها في الكتب والترجمات القادمة نعم طيب يعني أستاذ حمد برأيك شخصي من الذي ميز أشكال لا نهائية غاية في الجمال عن بقية الترجمات حتى يتوج بهذه الجائزة سؤال صعب يعني ومجهي لي أنا نعم تحديدا لكن أعتقد الموضوع المطروق ترجمة علمية العلم التجريبي في مجال الأحياء أعتقد الثقافة العربية تحتاج إلى مثل هذه المواضيع وهي مش جرد الحقائق ماذا حدث لمملكة الحيوان خلال هذه الرحلة الطويلة من التطور الفكرة هي المنهج العلمي في استقراء الطبيعة في استقراء التاريخ وإضا في تحديد الإشكاليات ما هي الإشكاليات التي تستحق أن يبحث فيها ما هي المشكلة وما هو الحل المسألة هنا ليس مسألة سؤال وجواب بحيث أن يكون تقليدي المسألة هي مسألة منهج علمي ينبغي تحسينه ينبغي تدقيقه وينبغي تنقيحه نعم بالطبع طيب إلى أي مدى ربما هذه الجائزة وهذا التتويج لهذا المنتج العلمي يدفع أيضا حمد الغيثي والمهندسة عبدالله المعمر أيضا لعطاءات أكبر لترجمة كتب قادمة إن شاء الله تثري المكتبة العربية أعتقد المسؤولية كبيرة يعني كانت كبيرة قبل الجائزة والمسؤولية صارت أكبر بعد الجائزة أعطيك مثال نحن نعتقد أن أي شخص قادر على الإنتاج الثقافي ينبغي أن يساهم بشكل فاعل في الحراك الثقافي في بلده من أجل نشر قيم العلم والمعرفة والثقافة المهندس عبدالله المعمري بدأ في ترجمة كتاب آخر قطع شوط في ذلك وأنا أيضا بدأت في عدة مشاريع ترجمية في مجموعة من الأصدقاء يترجموا في نفس التيار في نفس التوجه الأستاذ دكتور حسين العبري إلى ترجمة ستصدر إن شاء الله في معرض الكتاب القادم أنا سعيد جدا بالحراك الحاصل الثقافي الترجمة على وجه التحديد طبعا كل التحية لذكرتهم وهذا الإثراء للمكتبة العربية بهذه الكتب في كافة مجالاته أنتم كمهتمين أيضا وباحثين أيضا كلهم في مجالها هل تشعرون فعلا أنهم فعلا محتاجين لترجمة الكثير من العلوم للغة العربية طبعا محتاجين لأنه في سببين السبب الأول وهو جدا مهم الترجمة الجديدة ترجمة المعارف الجديدة ترفض لغتنا العربية توسع المصطلحات توسع المفردات الجديدة في اللغة العربية أو تعيد استخدام المفردات القديمة تضيف معاني جديدة للمفردات القديمة وهذا التقنيتين استخدمها في كتابنا الهدف الثاني هو أعتقد الثقافة العربية وهي تواجه مصاعب كبيرة في السنوات الحالية منذ فترة طويلة في الحقيقة أعتقد إذا كانت الثقافة تريد كحضارة عربية ينبغي أنها تحيش في العصر ينبغي أنها تكون على تماس مع الثقافات والمم من أخرى ينبغي أن نساهم نمتص مالذي الآخرين ونبدأ في صنع إسهاماتنا الخاصة بنكهتنا الثقافية والتاريخية نعتبر لحب يطلع على أشكال لأنها هي غاية في الجمال وين يمكن يحصل الكتاب؟ في مصقط أعتقد موجود ما يزال موجود في مكتب الثانية ثلاثة أربعة الأخ ذكي الحجري قائم عليها وهم يوفروا سلة كبيرة من الكتب المترجمة أنا لا أعتقد إذا كان متوفر في مكتبات أخرى أو دور أخرى لبيع الكتب لكن بالتأكيد رح يجد طريقة للأسواق كل تفيق طبعا لكم في قادم الوقت ونبارك لك مجددا سيدة حمد فوزكا بهذه الجائزة شكرا لك سيدة حمد بن سنان الغيثي الفائز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنوم الأداء في مجال الترجمة عن فرع الثقافة شكرا لك شكرا جزيلا خبت طبعا أيضا تحية لكل الفائزين أيضا بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنوم الأداء نتكلم عن فرقة بشار الخير في مجال الفنوم أيضا دكتورة جوخة الحارثية فيما يتعلق بمجال الأداء فاصل قصير ثم لدينا عودة إبقوا معنا بضعة أعوام مضت من عمر النعضة المباركة والشعب يحتفل في كل مناسبة وطنية بقائد وعد بشرخ شمس جديدة على وطننا وهو القائل سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل عاش حبيب الشعبي عاش حبيب الشعبي للشعبي عاش حبيب الشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس يا فرحة نعمت أراضينا ونور العيد ليالينا عماننا بالورد وزينا كأنها عروس عاش حبيب الشعبي للشعبي عاش حبيب محروس جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي قابوس موسيقى 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 البحر والصحراء والجبل لبسوا فيام العيد واحتفلوا تلك الملايين له تشدو الابن والوالد والجدو لعناقه ملهوفة تعدو تفديه بالنفوس عاش حبيب الشعبي للشعبي حبيب الشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احضر لنا قابوس موسيقى يا رجل السلام والهمة يا قمة ما بعدها قمة لك في بلاد الأرض شعبية شرقية كانت وغربية قابوس والحكمة عمانية منهاجكم دروس عاش حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس احفظ لنا قابوس احفظ لنا قابوس حياكم الله ومشاهدين الكرام في محطتنا الأخيرة في حلقة الليلة برنامجكم من عمان التي نحتفي بها أو نحتفي فيها بنماذج عمانية شابة في مجال العقاري بالتحديد وذلك على ضوء الاحتفال يوم أمس بتوزيع النسخة الثانية من جوائز عمان العقارية نحتفي ايضا في هذه الدقائق بضيوفنا الموجودين معنا أرحب أستاذ سليمان بن مسعود بن علي الحارثي الفائز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الاستثمار العقاري أهلا بك سليمان معنا أهلا وسهلا كذلك أرحب المهندسة خديجة بتناصر الكيومية مهندسة إنشاءات في شركة الموج مسقط والفائزة بجائزة أفضل امرأة في القطاع العقاري أهلا ومرحب بكم أهلا أهلا بكم ونبارك لكم سليمان هذا التتويج في هذه المسابقة عمان العقارية الله يبارك فيك الله خالد هذا التتويج هو تتويج لكل الرؤساء التنفيذين العمانيين في كافة المجالات اللي يشتغلوا فيها حقيقة في هذا الوقت من عمر النهضة اليوم نتكلم عن قيادات عمانية نحقود شركات قطاع أدة شركات في القطاع الخاص نعم والتتويج هذا نموذج لقيادة عمانية ناجحة ممكن تكون ناجحة في أي مجال آخر سواء في النفط أو في الغاز أو في العقار أو في البنوك وهذا هو التوجه العام في هذه الفترة نعم حقيقة من عمر اقتصاد هذا البلد نضبط هناك نشاط أيضا بين الشباب بالاهتمام بالعقارات وإنشاءات العقارية لكن أيضا تكون هناك امرأة بارزة ومجيدة أيضا في هذا المجال هي المهندسة خديج الكيومية حدثين عن هذه التجربة الفريدة من نوعها ربما ليس هناك الكثير أيضا من المهندسات الموجودات في الإنشاءات العقارية هو حاليا ليس هناك كثير من النساء يعني في هذا المجال لكن إذا ترى حقيقة هناك كثير من النساء يتوجهون في مجال الهندسة حاليا وهناك عدد كبير من الخرجين أو المسجلين في مجال الهندسة ويحبوا أنهم يدخلوا في هذا المجال كون هذا المجال الجديد للمرأة العمانية في السلطنة وهو دور يعني يمكن حتى فروع الهندسة الأخرى لكن ليس فرع الإنشاءات يمكن ما فرع الإنشاءات بس كثير داخلين في الإنشاءات يعني عداد كبيرة في الميدان موجودين نساء هو حاليا في الميدان ما في واجد نساء لكن أعتقد في السنوات القادمة بتكون في طيب ما الذي يميز المهندسة خديجة لحصول على هذه الجائزة طبعا أنا أعتبر نفسي من المتميزات جدا وكوني أوجد عملي بصورة صحيحة والشركة قد لاحظوا تطوري في هذا المجال وانقيادي له فأعتقد هم رشحوني في هذه الجائزة سندخل في تفاصيل كثيرة متعلقة بهذه الجائزة لكن بعد أن نتابع هذا التقرير عن حفل تسليم جائزة مسابقة عمان العقارية سعيا منها لتطوير القطاع العقاري في السلطنة والارتقاء بشركات العاملة فيه احتفلت جمعية عمان العقارية بفندق جراند ميلينيوم مسقط بتوزيع النسخة الثانية من جوائز عمان العقارية هذه الجوائز التي تركز على إنجازات شركات القطاع العقاري وجهودها ومساهماتها في النهوض بهذا القطاع الحيوي كما توفر المنافسة فيها منصة محلية تعريفية بالشركات والمساهمات المقدمة من قبل الاغتصاصيين والمطورين والمعماريين والمخططين والوسطاء العقاريين والمستثمرين والاستشاريين المتخصصين في العقارات والهيئات الحكومية حول إنشاء مشاريع متميزة ذات جودة عالية حيث شملت الجائزة في نسختها الحالية 17 جائزة في فئات مختلفة وهي فئة المطورين وفئة إدارة العقارات والوساطة العقارية وفئة الجوائز ذات الطبيعة الخاصة وفئة الجوائز الخاصة بالأفراد وفئة الجوائز الحكومية طبعا الجمعية العقارية العمانية اليوم سعيدة حقيقة بتتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز عمان العقارية 2016 ميلادي هذه الفعالية طبعا بدأت من العام المنصرم وهذه النسخة الثانية والمشاركة في هذا العام ارتفعت بنسبة جيدة مقارنة مع العام المنصرم شركات مختلفة من مجتويات مختلفة شاركت في الفئات الأربع للجوائز شركات التطوير شركات الوساطة والإدارة جوائز فردية وكذلك هناك مستحدات جوائز حكومية جوائز عمان العقارية بكل تأكيد ستعمل على خلق نوع من التنافسية بين الشركات لتقديم الجديد والأفضل وإضافة قيمة مضافة للخدمات لا سيما أن هذا التنافس سيساهم في إيجاد جاذبية أكبر للقطاع العقاري العماني احتفاء بالشباب من خلال هذه الجائزة التي تحتفي بالاستثمار في المجال العقاري من خلال الشباب الطموحين أيضا في هذا المجال واصل حديثي مع سليمان الحارتي أفضل رئيس تنفيذي في مجال استثمار العقاري في هذه الجائزة وأيضا المهندسة خديجة الكيومية أفضل امرأة في القطاع العقاري متوجة بهذه الجائزة أعود إليك كثيرا ربما تواجه المشتغلين في القطاع العقاري لكن أنت أثبت فعلا كرئيس تنفيذي لشركة عاملة في القطاع العقاري أنه فعلا الشاب العماني قادر أن يقود هذه الشركات ليس فقط أن يكون موظف عادي في هذه الشركة وإنما يكون هو الرئيس تنفيذي لشركة نعم مثل ما ذكرت لك أهمية اليوم وجود العنصر القيادة العماني يحقق أغراض كثيرة في القطاع الخاص اليوم نتكلم عن التعمين والتعمين القيادة مهم جدا على أساس أنه يكون التعمين على كل المستويات في الشركات ويعطى فرصة للشباب العماني على أساس أنه يبرز جدارته هذه حقيقة نفس شيء بوادر طيبة من القطاع الخاص وملاك الشركات في القطاع الخاص أنه يثقوا في هذه القدرات ويعطوا الفرصة على أساس أنه تبرز ونماذا كثيرة يعني اليوم تعكس لك نقاح الشباب العمانيين في قيادة الشركات في مختلف القطاعات ونتمنى نحن أن هذا المسار يستمر والحكومة بشكل عام تدعم هذا التوجه نحن اليوم نتكلم عن واحدة من أهم القطاعات الموجودة في عمان وهو القطاع العقاري الأرقام التي نتكلم عنها في مسامة هذا القطاع أرقام كبيرة نتكلم عن العام ماضي حجم تداول في حدود خمسة مليار ريال عماني السنة هذه إلى النصف الأول الأرقام المنشورة أو المصرح بها في حدود ثلاثة فاصلة خمسة مليار ريال عماني يمكن أن تسكر على نفس الرقم إذا ما أفضل نعم نتكلم عن إراد حكومي من رسوم فقط من هذا القطاع في حدود عشرين مليون العام الماضي فهذه الأرقام ترجم نفسها بهمية هذا القطاع وهمية تنظيمه نعم فالجمعية العقارية قامة بدور كبير في تمكين هذا القطاع بشكل عام نعم ونتكلم عن التمكين في كافة مستوياته سواء من ناحية التنظيمية والتشريعية أو مثل هذه الجائزة التي أمس احتفلنا فيها في تمكين القدرات والشركات نتكلم عن قدرات أفراد نعم نتكلم أمس كان في جائزة لأفضل وسيط عقارية هناك جوائز عدة سبع عشرة جائزة موجودة نعم عم نسخة الأولى كان في خمسة عشر جائزة نسخة الثانية سبع عشر جائزة أضف تم إضافة الدور الحكومي بمعنى مثلا أفضل معلم أو مبنى حكومي نعم خلال العام وكان جائزة لمبنى المتحف العماني نعم وهو معلم بحد ذاته يعني اليوم كل واحد يتكلم عن نعم معلم مثل هذا المتحف العماني فيجب أنه يكرم طيب المهندسة خديجة العمل في قطاع الإنشاءات بالنسبة للمهندسات هل هناك تحديات توجهها في الميدان فعلا في أنه فعلا المهندسة تكون أيضا بجانب أخيها المهندس وتقوم بهذه الأدوار المناطبية طبعا هناك كثير من تحديات خاصة للمرأة من أغلب التحديات التي أتحدث عنها أن طبيعة العمل تكون مع فئة الذكور أكثر شيء فلازم تتقبل هذا الوضع أنها تشتغل تقريبا 99% ذكور سواء عمانيين أو غير عمانيين الصعوبة الثانية التي تواجهها أنها طبيعة الشغل بالنفس يعني صعبة جدا أنه في أغلب المسؤولين لا يثقوا بقدرات المرأة هذا تلمسينه فعلا؟ هذا ألمسه نعم خاصة في بداية السنوات الأولى لما تخرجت وكنت أبحث عن وظيفة فلكن مع الخبرة والحمد لله يعني طورت الأمكانيات وأثبت وجود المرأة في هذا المجال مع أنه في تحديات صعبة في هذا المجال بسبب الصعوبات التي في الوظيفة نفسها أنها تطلب أحيانا من بعض المشاريع أنها تطلع في مستويات ارتفاعات عالية فتصعب على المرأة أنها تواجه هذا الأشياء في الميدان نعم ومستمر إن شاء الله أيضا في هذا العمل وأعتقد أنه كثير من المهندسات أيضا في الطريق أيضا أنه فعلا يحدو هذه الخطوة والله أنا بالنسبة لي أنا مستمر إن شاء الله وأتمنى أني أوصل لمستوى عالى أطمح طبعا لمستويات عالية جدا والحمد لله الفترة الأخيرة التي اشتغلت فيها قمت بتدريب مهندسات كثرة من جامعة سلطان قابوس من كلية تقنية من كلية كاليدونيا الهندسية بعد وكانوا طالبات تنقل لهم هذه التجربة وهذه الخبرة المتراكمة طيب أستاذ سليمان طبعا هناك أيضا مسؤولية على عاتق أيضا رجال الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات العقارية في الأخذ بهؤلاء الشباب يعطاهم الثقة الأكبر وأنتم نماذج لذلك نعم مثل ما ذكرت يعني اليوم العنصر العماني في الشركات مهم جدا ودور الجمعية على سبيل المثال تم توقيع خلال هذا العام اتفاقية مع شركة النفط العمانية لتدريب حوالي 300 شاب تدريبهم كوسطاء عقاريين وكممارسين لمهنة هي ما فقط الوساطة فقط نتكلم عن التثمين العقاري والتثمين العقاري مهم جدا اليوم لأنه يحفظ حقوق الناس كافة ما ممكن نحن نترك عناصر وافدة تثمن ممتلكات يعني إلا علاقة بالبنوك إلا علاقة بالشركات إلا علاقة بصنادق تقاعد كل هذه المنظومة إذا نشوفها يعني منظومة كبيرة تمس كل بيت تمس كل مواطن تمس أكبر مؤسسات ولدينا القدرات الوطنية القادرة لدينا القدرات العمانية القادرة ولدينا القدرات العمانية الطموحة التي بحاجة إلى تدريب وتأهيل وسقل ومن ثم الضخف فيها في هذه القطاعات الواعدة نعم وأنتم نماذج ناجح أيضا لهذه الكوادر العمانية الشابة في هذا القطاع وأيضا في كافة القطاعات سعدنا بوجودكم معنا شكرا جزيلا سيد سليمان بن مسعود بن علي الحارثي الفائز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الاستثمار العقاري شكرا لك على وجودكم معنا العفو أنا سعيد اليوم بالتواجهة هنا والتفات أهلا بك إدارتكم التلفزيون إلى هذا القطاع كذلك شكر للمهندسة خديجة بتناصر الكيومية مهندسة إنشاءات في شركة الموج مسقط والفائزة بجائزة أفضل امرأة في القطاع العقاري في مسابقة عمان العقارات شكرا جزيلا شكرا جزيلا أوجه شكري لشركة الموج مسقط لأنهم اختاروني في هذا المجال نعم وشكرا لاستضافتكم معنا شكرا لكم إذن مشاهدين يا كرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة في برنامجكم من عمان غدا يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج حسنا وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة